مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في هذه الحلقة الخامسة عشر من برنامجكم التاريخ الحقيقي للثورة المصرية 25 يناير 2011 وفي هذه الحلقة نتناول عملي جس نبض القوى التي أدت فيما بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في يوليو 2013 ننتهينا عند الانقلاب الثاني على الرئيس مرسي الذي جرى في ديسمبر 2012 وفشل ولكن قلنا خرج الرئيس مرسي منه محطما أو جرى طعنه بالعديد من الطعنات والخناجر ممن كان يعدهم أصدقائه وحلفائه نائبه وزير العدل وزير الشؤون المجلسي البرلمان والشؤون القانونية حزب النور السلفي اللي عمل نفسه إسلامي وفجأة انحاز لطرف العلمانيين وقال هؤلاء وطنيون وكذا ومفروض نقف معهم وإنه لدرجة أنه عمله في القصر الجمهوري مائدة حوار فقام يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي بتسليم ملف قال هذا الملف فأنا بطلب من الرئيس مرسي يشوف حكاية الأخوان اللي موجودة في الدول والإخوان سيطروا على البلد والإخوان والإخوان وروجوا أكاذيب ياريتهم كانوا سيطروا على البلد وياريتهم كانوا عملوا جيش من الإخوان المسلمين وشرطة من الإخوان المسلمين وهم خبرات من الإخوان المسلمين ده هو الغلط أنه ما عمرش هذا بس مشكلتهم أنهم لم يعوا هذا والمشكلة أيضا أننا نحن كشعب كنا نفقد هذا يعني مش أقولهم ما كانوش فاهمين واحدا اللي كنا فاهمين لا إحنا كنا كشعب أنا في داقة وقت قلت أرى أن جيش المصر العظيم يعني أكبر من أين سيطر عليه فصيل ولا صح أبدا أن يكون من الإخوان لا 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 هذا الكلام أنا باتكلم عن نفسي وأنا بعتبر نفسي مقياس للشريحة الكتلة السائلة أو الكتلة اللي هي إيه مش مؤدلجة في الشعب المصري يعني لا إذن أنا لما دخلت إخوان ولا غيره يعني وأنا تكويني يعني كبقية الشعب يعني فهذا الذي جرى فلذلك جرى الرئيس مرسي بعد ذلك في الشهور التالية كان سعي كله أنه هو يحاول استعادة الأصدقاء الذين طعنوا ويرى ما مشكلتهم ونعمل حوار ونعمل مبادرات ونعمل كذا فضاع الوقت في هذا لكن الأخطر كان ظهور حركة تمرد هي مولتها الكنيسة وخابرات السعودية والإمارات وكامت مدعوة من الأمريكان وبدأت حركة تمرد أن فيه شاب صغير جدا اسمه محمود بدر صحفي وهو صغر مني يعني كنت أرى أحيانا في نقابة الصحفيين لا أهبأ له ولا أهتم به يعني حتى لما اتصل به أنا كنت أعرفه شكلا كده يعني يعني لم يكن له لا بحث الصحافة ولا في أي شيء يعني مماز في أي حاج في أي حاج ولذلك لو أنت سألت أي من الناس المصريين هل تذكرون كلمة قالها محمود بدر أبدا فالذي جرى أنه تصل به يا صابر تنعم يا محمود قال لي إحنا دعينكم بكرة لمؤتمر صحفي بنعمل حركة جديدة اسمها تمرد 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 على مين قال لعن رئيس مرسي هنخلعه تمرد يعني تشيله السلاح وتطلعه ما هو تمرد كلمة عسكرية ما تمرد يعني نعمل إيه تمرد مسأل قال لي هنجمع توقيعات لمظاهرات في تلاتين ستة تلاتين يونيو ونطالب بانتخابات رئاسية مبكرة وقال لي شوية الكلام هكذا ففي الاجتماع في المكان الذي كنت أعمل فيه يعني دايما بيجرى في وسائل الإعلام بيجرى الاجتماع لتحديد جدوى الغد ماذا سنفعل الغد فخجلت أن أذكر أن في شخص مجهول اتصل بي وبقول هيعمل كده ما هذا يعني لكن وجدت أنا خجلت أن أقول يعني ايه الكلام تهايف ده الناس تنظر ليه باحتكار باقي الزملاء يعني لكن فجئت برئيسة القسم قالت ده بكرة فيه اجتماع مؤتمر صحفي الحركة ده اسمها تمرد وكده وكذا المهمة في اليوم التالي لهذا المؤتمر الميمون فجئت بسبع تلاف ميكروفون كل قنوات التلفزيونية في الدنيا حضرة ولودة بتكلم يا إلهي ما هذا ده ده لما رئيس مرسي بيعمل مؤتمر صحفي ما بتحدرش كل هذه الميكروفونات طيق وبعد ذلك لما احنا يعني في الأمور التالية بقى مؤيدة رئيس مرسي لما يدعو لمؤتمر صحفي لا تحضر أصلا هذي بالكات قناة واحدة توافق على الحضور وممكن لا توافق أصلا لكن بقى هالراجع اليوم بقول انه المخابرات باعتبارها هي اللي كانت تدري الحركة فهي اللي كلفة الحركة تطلع تعمل أو كلفة محمود يعمل هذا الكلام انه انت هتدرك هتطلع قدام الميكروفونات وخلاص او دورك هتقف على تقول كلمة واحنا هنجيب الميكروفونات تجلس أمامك وبعدين بدأ المسألة بقى توقعات ومش توقعات والنهار ده احنا جمعنا مليون بكرة خمسة مليون عشرة مليون طبعا كلام واحنا بنعد واحنا كلام عبيط ومين بيوثق أصلا ويجمع ملايين مين وبتاعي اي حاجة في اي حاجة ما اطلع وراح اقول لي انا ايه انا جماعة خمسة مليون توقيع وعندي الورق او شايفين اطنان الورق اللي في المكان ده واكد اي حاجة في اي حاجة فكانت هذه حركة التمرد ثم فوجينا بقى انه ايه الفنانات يوقعون على استمار التمرد الفنانين كبار المثقفين كبار الصحفيين كبار الشخصيات كده كلكم طالعين وراعي لي لا راح ولا جه ولا ليس له اي سابقة في اي حاجة اطلع في النهاية ان المخابرات هي اللي كانت بتكلف كل هؤلاء اندوا ويعملوا ساقه يعني المسألة مصرحية كبيرة ومطلوب من الشعب ان يصفق في هذه المصرحية كل فريق المحمود بدر والمجموعة اللي بيقوموا بدور والقنوات الفضاء احنا كاعلانين بنقوم بدور والسياسيين والكتاب والصحاب كلهم يلعب بدور في هذه الايه المصرحية وكان الهدف هو نزول مظاهرات دعوا ليها 30 يونيو ونزل مظاهرات 30 يونيو قبل الانقلاب العسكري بثلاثة ايام لان نسسها ايام من الانقلاب العسكري يوم 3 يونيو بعدها بثلاثة ايام ان تقدير الذين نزلوا في مظاهرات 30 سنة اعتقد انهم مليون او مليون ونصف لماذا لان الذين نزلهم بالاساس كنيسة قامت بالحج الاكبر بين المسيحيين فالكنيسة قامت بقيتو بساتها وكذا وكذا بالحجد فاعتقد مثلا الكنيسة حشدت كم يعني بتحشد لها مثلا سبعمائة الف لانه كل المسيحين في مصر اربعة ملايين مثلا شيل منهم الاطفال والعواجيز واللي مهاجرين برا ولا اللجوة ولا الذين لن يذهبوا ويتركوا بيتهم يعني في اخت كذا هتحكي مليون نعم اذا اخذنا الحزب الوطري واخذنا الرقصي واخذنا العلمانيين فاعتقد النزول في مظاهرات في حر 30 سنة ما اعتقدش يزيد ابدا في كل المحافظات عن مليون عن 2 مليون با اي شكل من الاشكال المخابرات الحربية اعتط المخرج اللي هو الشيوعي خالد يوسف طائرة وقام بالتصوير من اعلى وطلع بعد كده الصور في التوشيوب وقالوا خرج 30 مليون المهم يعني وكان حد عدو على كلام من هذا القبيل يعني مسألة من التفاهة النقف عندها لانه جزء من خطة انجاح الانقلاب بعد حدوث بقات السيسي كان قناة التلفزيونية اخذتنا لمعاركة وكم عد الذين تظاهروا ضد الرئيس مرسي مليون 30 مليون لا او نقعد نحسب ونجيب الارقام ونبدأت تحرير كم متر وكل هذا حتى الهاء الى حين ان يثبت السيسي والعسكر اقدامهم في الانقلاب الذي يقومون به فهذا كان من الهطر واذاك في تركيا محدش قال نزل كم متر لا نحن نايا العبرة بصندق الانتخاب مش العبرة بصور في التلفزيون وشيء من هذا القبيل وفي حد في امريكا قالك الملايين نزلت في الشرع كلام تهريك لكن ايما كان هذه المظاهرات انتهت يوم 30 يونيو على لا شيء حتى ان اتصلت بالدكتور محمد محسوب وكان هو بقى مستقيل في ذلك الوقت كان وزير سابق وقلت له كيف اطار اليوم قال انتهى كل شيء وما فيش اي حاج لكن مش المهم مظاهرات 30 سنين كان فيه عمل اخر وهو ان البلطقية يقومون بمهاجمة مقار الاخوان المسلمين وقطع الطرق وطلعت حركة اسمها بلاك بلوك حركة اسمها بلاك بلوك عمليات عنف وضرب بالرصاص في الشارع وشيء من هذا القبيل لما ارجع بالذاكرة واحل المجارة الهدف كان قياس مدى جديد الاخوان في استخدام القوة الاخوان المسلمين جماعة قوية جدا ضخمة جدا انت بتتكلم على نحو مليون عضو في الجماعة مستعدين يضحوا بحياتهم يعني جيش السيسي ما فيوش الف واحد مستعدين يضحوا بحياتهم مثلا وهذه الجماعة تقف تستطيع حجد كتلة شعبية من خارجها ضخمة فانت بتتكلم في ملايين فالاخوان المسلمين اذا ما قرروا استخدام القوة يستطيعون الفاتك بالعسكر والشرطة بكلهم فكان العسكر والشرطة مرعوبين من انهم اذا قاموا بانقلاب عسكري الاخوان ينزلوا ضدهم ويفرموه فكان هذه المسألة مسببة رعب جيد جدا للسيسي وللمخابرات الحربية والعسكر وهؤلاء واعتقد هذا الذي جعل العسكر يخشى من تزوير الانتخابات التي شارك فيها الرئيس مرسي او التي فاز بها الرئيس مرسي ويبقى العسكر متخوفين لو عملنا انقلاب كيف سيف يكون رد فعل اخوان المسلمين كان فيه قائدات التاري الإسلامية تهدد برد فعل قوي ومزلزل اذا جرى الانقلاب على الرئيس مرسي فيبدو لي تحليل بقى الراجعي ان المخابرات الحربية كانت تود تعرفهم والاخوان فعلا جدين ينزلوا ويعني صراع وجود كما جرى في تركيا في انقلاب على اردوغان ام لا فكلفت البلطغية بمهاجبة مكاتب حزب الحرية والعدالة بتاع الإخوان المسلمين ولما وجدت ما فيش رد من الإخوان المسلمين ولا شيء على هؤلاء البلطغية وكانوا يتصلون بالشرطة ويسيبوا العالة تولع المقارات مكاتب حزب الحرية والعدالة اللي هو الزراع السياسي الإخوان المسلمين فما بدأ البلطغية بعد ذلك يأخذونا تكلفات بمهاجمة مقارات الإخوان المسلمين الجماعة الأمة نفسها فما بعد ذلك وصل بهم الأمر أن يهاجموا منازل قيادات الإخوان المسلمين فما مهاجمة قيادة الإخوان المسلمين عندما يسرنا في الشارع وذلك أنا كنت خارج في مجلس الشورى وأنا مراسل تلفزيوني فكان البلطقية لا يستهدفوني في ذلك الوقت يعني فكان صبحي صالح الله يفكي أسره يعني كان ماشي وكان يخشي أن يسير وحده فهو طبعا محروف يقول لي وكذا فأنا مشيت معاه يعني بحس إيه وعملت نفسي يعني إيه مرضتش حريجه هذا رجل رجل محترم ورجل له سابقة نضال ورجل وقف ضد مبارك ورجل له شعبية جارفة ولكن أنا ما بفتكر هذا المنظر يحزني كيف تركت جماعة الإخوان المسلمين قيادتها توهان من الذي اتخذ هذا القرار في الإخوان المسلمين لا أدري وكان فيه عرض للبلطقة كل يوم أمام مجلس الشورى وحرق ملوتوف وعند القصر الجمهوري كان هناك عرض فوضى دائمة غالبية الشعب كان مع ريس مرسي بدليل أنه لما جرى الاستفتاء على الدستور في ظل هذه الفوضى 64% من الشعب قالوا نعم فوضح أنه لو أجريت الانتخابات الرئيس مرسي سوف يستمر في هذه وكان مفروض في انتخابات برلمانية لم تجرى وخاص الحلقة بعد ذلك لهذا الموضوع الانتخابات حتى وصل الأمر إلى يوم 30 يونيو أو 1 سبعة 1 يوليو قبل انقلاب يومين حتى تمكن البلطقية من دخول المقر رئيس الإخوان المسلمين وإشعال النار فيه ونزع لفتة الإخوان المسلمون وإلقائها على الأرض وتحطمها فلما اطمئنا السيسي وعسكره وشرطاته إلى أن الإخوان المسلمين غير جدين في استخدام القوة وأن المسألة لا تعد أن تكون تهديدا هنا انتقل إلى المرحلة التالية هي مرحلة تنفيذ انقلاب العسكري مسألة تنفيذ انقلاب العسكري سنخصص لها حلقة أخرى لأنها بدأت بأثار من الخلف لكن هنخصص لها حلقة الغد فانتظرنا مشاهدين وأرجو من حضرتكم نشترك في القناة بالضغط على هذا الزر ومن يرغب في التواصل معي رابط صفحته على تويتر وفيسبوك أسفل الفيديو وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته